تعد محطة براكة أول مفاعل النووي للأغراض السلمية نجحت دولة الإمارات العربية المتحدة بالنهوض بها كأكبر واضخة بمشروع نووي في العالم جاء قيمها منسجما مع خطتها الوطنية الرامية لتنويع مصادر الطاقة ومواجهة ظاهرة التغير المناخي إلى أقرب حدود مع المملكة العربية السعودية وعن سلطنة غربا بنحو خمسين كيلو مترا وعن سلطنة عمان جنوبا بما يزيد على ثلاثمائة وعشرين كيلو مترا تقع محطة براكة للطاقة النووية السلمية في منطقة الظفرة غربية إمارة أبوظبي في الإمارات العربية المتحدة أول مفاعل نوويا للأغراض السلمية تنجح دولة الإمارات العربية المتحدة أن تحوله من فكرة إلى واقع يتخطى حاجز التوقعات المشاري إليها بلغة الإنجاز والذي تعول عليه الإمارات أن يسهم في إنتاج الكهرباء فضلا في أن يعزز البرنامج الطموح موقعها كدولة مؤثرة على الساحتين الإقليمية والدولية بعدما أعلنت أبوظبي تتشينها لمفاعلها النووي السلمي في العام 2009 باعتباره نقطة تحول في تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة وعلامة فارقة فرضت مكنونها بين سطور كتاب نجاحاتها التنموية المتتالية في متنوع القطاعات التي نهضت بفضل سياساتها الممنهجة كانت قد سارعت نحو الإعلان عن إطلاقه رسميا بعد أربعة أيام عبر تشكيل مؤسسة الإمارات للطاقة النووية ليلي ذلك وفي السنة ذاتها إلى إنشاء الهيئة الاتحادية للرقابة النووية كجهة مستقلة تتولى الإشراف على تنفيذ البرنامج النووي لضمان مطابقته للمعايير العالمية المتبعة في الأمن والسلامة والتأكد من استدامته على المدى الطويل وحصر استخدامات الطاقة النووية للأغراض السلمية والإشعاع المؤين في دولة الإمارات العربية المتحدة على أن يكون ضمن نطاق صلاحيات جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل الواقعة داخل حدود الدولة وما إن أبدت الإمارات نيتها الجادة بالدخول في عالم إنتاج الطاقة النووية السلمية من أوسع أبوابه وقع الإختيار على الشركة الكورية للطاقة الكهربائية كيبكو لتتولى مهمة تصميم محطة براك النووية والبدء بإنشاء مفاعلاتها في العام 2012 بتكلفة تجاوزت حاجز السبعين مليار درهم إماراتي والمساعدة في تشغيلها بصورة مشتركة لمدة 60 عاما على أن توفر أكثر من 25% من احتياجات الإمارات من الكهرباء فور اكتمال بنائها بوادر جمة من المساع الوطنية الحقيقية المؤدية نحو تشغيل مفاعلات الطاقة الأربعة للبرنامج النووي السلمي بدت جلية ففي الأول من أغسطس من العام 2020 نجحت الإمارات وبجهود ما يزيد على 120 مهندسا من أبنائها في تشغيل الوحدة الأولى من محطة براك للطاقة النووية السلمية عبر تحميل حزم الوقود النووي وإجراء اختبارات شاملة وإتمام عملية التشغيل بكل سلاسة ومرونة والبدء في منتصف العام الحالي بتشغيل الوحدة الثانية من المشروع وربطها بشبكة الكهرباء الرئيسية لتسير الدولة بثقة بالغة بإمكاناتها نحو النهوض بأكبر وأضخم مشروع نووي في العالم المنسجم مع خطتها الرامية إلى تنويع مصادر الطاقة ومواجهة ظاهرة التغير المناخي ضمن رابط وثيق من الصداقة التي تجمعها مع البيئة منذ عقود وبما يتوائم مع رؤيتها الاقتصادية عشرين ثلاثين